اشتركوا في القناة بالطبع المجموعة هو الناتج للجمع والفرق هو الناتج للجمع في عمليات الطرح في عددين أن نتبع الخطوات الثالثة ونحن ندخلين خطوات في السؤال تقدرنا أضع وأنجز ندخل خطوات خطوة ذات الإنجاز أضع العملي عموديا مع الوضع الصحيح الوحدات تحت الوحدات العشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات وذلك هذا الشيء بالنسبة للطرح ، بالنسبة للطرح ، لدينا جوش الحاجات في الوضع الصحيح ، يجب أن يكون دائماً عدد للفوق كبير ، والعدد للتحت صغير ، لكي نتعلم أنه يجب أن يكون الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت الوحدات من بعد ، نتعلم مرحلة الإنجاز للعملية ، دائماً الإنجاز للعملية ، كيف يبدأ من الوحدات ، من أقصى اليامين ، ونحن نحن ، مع الانتباه والإحتفاظ بالنسبة للجمع والسلف ورد السلف بالنسبة للطرح ، دائماً تابعوا هذه القضية ، هذه الإحتفاظ والسلف ورد السلف ورد السلف ، حتى دائماً تضيع لنا بالنسبة للنقاط ما هي الأمثلة توضيحية لكي نفهمهم أكثر لدينا المثال الأول ، ما هي الجمع والأول ، لدينا المثال الأول ، عملية جمع ، وضع صحيح ، لأن الوحدات تحت الوحدات ، العشرات تحت العشرات نبدأ من أقصى اليامين ، خمسة زائد سبعة ، سوف نقوم بتعديد الوحدات تحت من الخط ، والعشرات في الاحتفاظ ، لدينا الأربعة زائد ثلاثة سبعة ، و لكن لا نضيف سبعة هذا ما لديه الاحتفاظ؟ واحد الفوق سوف نضع ثمانية وعنده من بعد ثلاثة زائد واحد اربعة هذا اربعة واثنانية وثمانون وهذا يسمى عدل بالمجموع هذه عملية تجمع ويسمى بالمجموع ونقوم بعملية الطرح لديه العدد الأول قلنا نجوز شيئا في الوضع ويجوز تحقون منه فهو أن فوق يكون عدد وضع والفوق يكون عدد العدد كبير والتحت العدد صغر يعني سوف نرجعه الدرجة المقارنة لأني 753 أكبر من 84 سوف نشيط هذا الوضع الوضع أسبوع الوحدات اثناء وثمانات ندوز الإيجاد العملية ندوعه سنين من أقصر يمين الوحدات لديه ثلاثة ناقص أربعة لا يمكن أن أنا ثلاثة أصغر من أربعة أستلف وأرد السلف أرديك الساعة لا تحطي في الفوق يقول لي عندي ثلاثة عشر ثلاثة عشر ناقص أربعة تساوي تسعة غمشي العشرات القرى العملية قبل من الحسن خمسة ناقص ثمانية لا خمسة ناقص تسعة أنقر هذه الواحد مع الثمانية سوف يسولي تسعة خمسة ناقص تسعة لا يمكن أن نعود فوق الخمسة ورد السلف تحت من سبعة خمسة عشر ناقص تسعة تساوي ستة وندزوا الواحد سبعة ناقص واحد تساوي ستة هذا من شاء الله من عملية الجمع الطرح بالنسبة المستوى الثاني ابتدائي الأعداد من صفر إلى تسعمائة وتسعة وتسعون وفقكم الله